دي حاجات كتير النهاردة وعن تفاصيل كتير كالعادة في يوم كروي جديد إنما خليني أبتدي مع حضراتكم بخبر في منتهى الأهمية يعزز دائماً وأبداً مدى العلاقات الوطيضة اللي بتربط مصر والإمارات في كل المجلات ولا سيما في المجال اللي احنا بنتكلم فيه المجال الرياضي والمجال الكروي وده خبر من الأخبار السعيدة جداً جداً الحقيقة بالنسبة لجمهور كرة القدم المصرية أن هناك بروتوكولاً جديداً أبرامته الشركة المتحدة وبرزنتيشن مع مجلس أبو ظبي الرياضي لاستضافة بطولتي السوبر المصري بالإمارات وهذا البرتوكول بناءً عليه حيبقى السوبر المصري لنسختينه قدام حضراتكم لنسختينه النسخة بتاعت بطل درع الدوري وكاس مصري للموسم الماضي 2020-2021 والموسم الحالي 2021-2022 هيتلعب في الإمارات الاجتماع النهاردة كان اجتماع موسع بحضور دكتور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة وشركة استادات للاستثمارات الرياضية والأستاذ محمد يحيى لطف نائب رئيس مجلس إدارة وعضو المنتدب لشركة وقدام حضراتكم هو الدكتور حسن عبدالله والأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة والأستاذ خالد درندالي نائب رئيس الاتحاد المصري لكورة القدم والكباتين كابتن حزم إمام وكابتن محمد بركات عضاء مجلس الإدارة والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد من الجانب الإماراتي لابد أن نذكر أسماء أشققنا الغاليين علينا اللي كانوا موجودين النهاردة في مصر سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي وأسعادة سهيل عبدالله العريفي مدير تنفيذ قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي وسعادة محمد عبدالله الظهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكورة القدم السيد ناصر يوسف الزعابي مدير مكتب الاتصال بمجلس أبو ظبي والسيد عبدالرحيم حسن الزرعوني مدير مكتب الأمين العام بمجلس أبو ظبي